عز مستمر لمجلس الأمن الدولي في إيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصلي منذ أشهرين على غزة جلسة جديدة للمجلس تفت بالمطالبات المعهودة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والتأكيد على مصطلح حل الدولتين الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش أكد أن رفض إسرائيل لحل الدولتين غير مقبول مشيرا إلى حجم الدمار غير المسبوق في غزة إن الرفض الواضح والمتكرر لحل دولتين على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية أمر غير مقبول وزير الخارجية الفلسطيني أكد أن العالم أمام مسارين لا ثالث لهما إما الاعتراف بحرية الفلسطينيين وتحقيق السلام والأمن المشترك في المنطقة أو أن يكتب على المنطقة مزيد من سفك الدماء والصراعات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن ما يحدث في غزة وخارجها لا يمكن أن يحقق السلام دعيا إلى وقف الحرب الحرب مستمرة في غزة وخارجها لا يمكن أن تحقق السلام ولا الاستسلام وعلينا مسؤولية تاريخية لوقف هذه الحرب الدمار الإنساني في غزة قد وصل إلى مستويات خطيرة ومن الضروري وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن روسيا اتهمت على لسان وزير خارجيتها الولايات المتحدة بعرقلة كل جهود وقف الحرب حتى الآن لم يتمكن المجلس من القيام برد مناسب على هذا التحدي المشؤوم ونحن نعرف السبب إنه موقف الولايات المتحدة لقد عرقلت جميع الجهود والمبادرات لإنهاء راقة الدماء في الأراضي المحتلة أما واشنطن الدعم الأول لحرب إسرائيل على غزة فقد كررت ممثلتها في الجلسة ما تردده سابقا من حث إسرائيل على تجنب استهداف المدنيين ورفضت دعوات تهجير الفلسطينيين